لقي خمسة أشخاص مصرعهم وأصيب ستة وثلاثون آخرون في حادث مروري أليم وقع ليلة الجمعة على مستوى طريق الذراع بن خدى عند منعرج واد فالي بتيزي وزو أثر انقلاب حافلة كانت في رحلة سياحية وتدخلت مصالح الحماية المدنية ونقلت الضحايا إلى المستشفى فيما أجلت عددا من المصابين باتجاه دار الشباب ببخالفة وفتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقات لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء انقلاب الحافلة التي كانت تقل عائلات عائدة من رحلة سياحية إلى منطقة أكفاتو